هذو اللي راكم تشتغلوا بهم هما اللي راكم تشوفوهم أنهم قادرين أنهم يستثمروا في هذا الشيء نعم قادرين يستثمر في هذا الشيء نعم لأنه كثير يتسألوا بما يقول ما هي المعاية اللي ربما تعتمدوها باش هذا تعطولوا اعتماد استثمر في تركيب السيارة وهذا لا إليا دي كريتار كو المينيستر أفكسي قال عندك دي كاباسيتي فنانسيار دي كاباسيتي تكنيك وش عندك هذا إلى آخره هاو دفتر الشروط لما يوقع على دفتر الشروط ويقبل جميع مكان في دفتر الشروط نتبعوه وش راو يعمل نتبعوه وش راح يعمل إذا غلط لا غالب عليه وإذا ما قدرش لا غالب عليه ولكيرا نتبعوه فيهم نتبعوه فيهم تدريجين وش راح يعمل ولكن بشرط كما قلت لك يحترم دفتر الشروط يحترم هذه التودة انتيجراسيون لازم يوصل إلى نسبة الانداج لوافق عليه وتكون شفافية تامة فيما يخص التكاليف لازم تكون شفافية تامة ونزيد نعودها ونكررها هذه هي شفافية اللي راح تسمح للسيارات لتكون ثقة من المواطن ومن المستالك نعم نحن دورنا نشجعهم نشجعهم نعم بالعكس نشجع المستثمرين والصناعيين ولكن بشرط تكون شفافية تامة نعم الشفافية ثم الشفافية هذا هو أهم شيء ربما في الاستثمار اشتركوا في القناة